موسيقى طابط أوقاتكم بكل خير عزائنا المشاهدين معمر عواد يحييكم من العاصمة القطرية دوح ويدعوكم إلى حلقة جديدة من حوار الأسبوع ووظيفة فيها الدكتور هاشم البهاشم السيد وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للمحاسبين القانونيين أرحبك دكتور عبرى شاشة سيء بسي عربية وشكرا لإصطافتك لنا الجمعية القطرية للمحاسبين القانونيين هي واحدة من أصل ثلاثة جمعيات فقط مرخصة في قطر ماذا عن مهية هذه الجمعية ودورها بشكل عام وقالية الانتساب لها والقيمة المضافة لها في الاقتصاد القطري بالعموم بسم الله الرحمن الرحيم أولا أحييكم وكذلك أبارك لكم العشرين عاما على انطلاقة سيء بسي عربية التي كانت لها الثقل الحقيقي في إيصال المعلومة وشفافية ونزاهة كل ما تم إصدارها وقربها من قطاع الأعمال في دولة قطر فنشكركم على هذا التواجد وهذا البصمة الحقيقية التي تتركتوها على خارطة الإقصادية لدولة قطر هذه كانت النقطة الأولى النقطة الثانية جمعية المحاسبين القانون القطرية تم انطلاقها من خلال قانون أساسي قانون الجمعيات التي صدرت بالإضافة كانت تأسيسها في عام 2007 من خلال وزارة الشؤون الخدمة المدنية الخدمة المدنية والاسكان بالإضافة كانت تمارس هذه العملية من خلال إدارة الجمعيات وكانت هذا النظام عبارة عن جمعية مهنية أهدافها عديدة وهي النقطة الأساسية الارتقاء بمهنة المحاسبة وكذلك رفع مستوى أداء المحاسبين في دولة قطر وكذلك تزويدهم بجميع الجديد في هذه والتواصل مع مؤسسات الدولة وكانت في القطاع العام والقطاع الخاص نحن تحت أشراف وزارتين تحت أشراف وزارة اليوم وزارة الشؤون الاجتماعية والأسرة تحت إدارة رقابة إدارة الجمعيات ولكن كذلك تحت بالنسبة للمهنة المحاسبة تحت وزارة التجارة والصناعة لأن هناك مهنة المحاسبة يجب أن ترخص من خلال هذه الوزارة فإذن هناك وزارتين تقود هذه العملية في ممارستنا مهنتنا كجمعية محاسبين قانونيين قطرية ولدينا العديد من المنتسبين لهذه الجمعية دكتور منذ التأسيس في العام 2007 وحتى العام 2023 كثيرة هي تطورات على المستوى الاقتصادي التي مر بها العالم بدأ من الأزمة المالية العالمية إلى أزمة كوفيد التباطئ في النمو دورة التشدد النقدي أنتم كجمعية ومؤكبة لمعايير التطور الحاصلة في المعايير المحاسبية كيف تعاملتم مع هذه المرحلة المفصلية في تاريخ الاقتصاد العالمي والاقتصاد القطري أيضا؟ الجمعية المحاسبين القانونيين كما نرى بأن هناك العديد وخاصة خلال الفترة الماضية هناك تقلبات اقصادية عديدة وتغييرات اقصادية عديدة سواء كانت أزمات كانت موجودة سواء كانت في 2008 الرهنات العقارية ثم جائحة كورونا كذلك الأزمات للركود الاقتصادي أو التراجعات الاقتصادية مع ارتفاع معدلات الفائدة كانت هناك مجموعة من المعايير التي صدرت سواء كانت المعايير الدولية التي صدرت في تعديلها سواء كانت في بنود المبيعات بنود الاستثمارات وكيفية تسجيل الاستثمارات هل استمارة طويلة الأجل وقصيرة الأجل كذلك هناك كانت بعض النقاط في حقوق الملكية وكذلك يجب أن نركز على موضوع الحوكم التي دخلت وغزت هذه المؤسسات بأن تكون أكثر شفافية وأكثر نزاهة من خلال قانون الحوكمة التي صدرت على أساس أن نطبق هذه المعايير وفقا لهذه النقاط فإذا كانت الجمعية تواكب هذه الأحداث وتزود منتسبيها بهذه الأحداث بأن يجب أن تتماشى مع المعايير الدولية وكذلك تتماشى مع بعض الأعراف التي تصدر من بعض الدول نأخذ بما هو يتناسب مع منطقتنا يتناسب في دولة قطر ونسعى في تطبيقها حتى تكون هناك نوع من التكامل لأن أي خلل في المنظومة الاقتصادية يؤدي إلى اختناقات مالية وكذلك يؤدي إلى عاثرات للاقتصاد كعناصر موجودة في الكتلة الاقتصادية فلذلك تعمل نعمل جميعا سواء كانت القطاع العام أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية أو المؤسسات المؤسسة تعمل مع بعض من أجل الارتقاء في المنظومة وخاصة أننا في دولة قطرنا تماشى مع رؤية 2030 التي ترتكز على أربعة مرتكزات أساسية التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وهذه المجموعة المرتكزات يجب أن تتماشى مع رؤية قطر التي هي الاستدامة دكتور هاشم أريد أن أسألك لماذا مهنة المحاسبة ومهنة المدقق الخارجي هي مهنة لا تستهوي الشباب القطر بالعموم ما هو تفسيرك؟ هي ليست تغير الثقافة وقدر ما تكون تغيرت هيكلية الوظائف في الدولة وجدنا هناك الاستقطاب للوظائف من القطاعات الأخرى سواء قطاع الحكومي المشجع والقطاع العسكري وكذلك القطاع النفطي والقطاع الطاقة هذه كانت هناك العوامل لا أكثر رغبة للتحاق بما تتوفر فيها المزايا نحن اليوم يجب أن ندرك عملية المحاسب عندما يتخرج من الجامعة له مسارين مسار مهني الذي هو يرتحق فيه من خلال من خلال الوظيفة أو أن يمارس المهنة من خلال المكتب أو مسار أكاديمي والمسار الأكاديمي وجدنا ضعف في هذه العملية لا يوجد خرجين عندنا خرجين كثر ولكن لا يرتحقون بالمجال الأكاديمي الذي هو المطلوب لأنه أقل من المزايا في المزايا المستحقات الرواتب والمزايا الأخرى ولكن المزايا الموجودة في القطاع الآخر وجدنا كثير منهم بدل أن يفتح مكتب ويسعى فيها وينفرد فيها في إعطاء بصمة حقيقية في المجتمع ويحقق النتائج المطلوبة يجد أن هناك مخاطر عالية جدا قد تعود عليه لأن هناك شركة تضامن فتح مكتب محاسبي هو متضامن مع المهنة التي يمارسها مع الترخيص الذي يمارسه فيتوجه إلى قطاعات الموجودة القوية سواء كانت قطاع المصرفي أو القطاع الطاقة أو قطاع العسكري فإذن هناك رواتب عالية جدا ومزايا عالية تتفوق على هذا الفتح مكتب وممارسة المهنة لذلك أصبح هناك تغيير في جغرافية أو تسكين هذه الوظائف في المجتمع بحيث أصبحت الوظائف أهم من ممارسة المهنة الحرة طبعا خلال العقدين الماضيين هناك تطورات كبيرة على مستوى تطوير المعايير المحاسبية بما يواكب التطورات الحاصلة على المستوى الاقتصادي تلك المعايير كيف وكبتموها أنتم كجمعية ومدقيقين خارجيين على البيانات المالية للشركات القطرية بالعموم ونعكاساتها على تطوير أدائها نحن ندرك بأن اليوم الاقتصاد القطري من الاقتصاديات القوية واقتصاديات النامية التي تسعى إلى أن تتطور في كل مرحلة في كل عقبة نجد أن مصادر الدخل عندنا معروفة بالإضافة الآن أصبحت هناك نوع من نتيجة الرؤية توسع في القطاعات الأخرى أصبحت عندنا إرادات قوية من خلال النفط والغاز وجدنا كيف رفعت قطر رصيدها من التصدير الغاز من مستويات 77-81 إلى مستويات 110 مليون طن إذن عوائد كبيرة دخلت على دولة قطر وجدناها ذلك من خلال الفوائض المالية من خلال ميزان التجاري الذي أعطى صورة حقيقية للفوائض إذن هناك اقتصاديات قوية من خلال هذه الاقتصاديات القوية هناك مؤسسات في القطاع العام والقطاع الخاص تمارس هذه العملية من خلال سواء كانت من خلال موازنة دولة قطر التي شكلت ثقل حقيقي وفائض جدا مميز بالإضافة إلى القطاع الخاص الآن القطاع الخاص عندنا كتلتين حقيقات تتحرك كتلة شركات مدرجة وكتلة شركات غير مدرجة الشركات المدرجة لها وزن وثقل كذلك في دولة قطر تصل إلى مستويات الستمية وثمانتعشر مليار حجم التداوء رأس ملة السوق اليوم إذن هي حجم قوي جدا لعدد من الشركات الآن هذا القطاع أو هذه الكتلة القوية الإقصادية الكتلة المالية يجب أن تحمى هذه الكتلة تحمى من خلال بعض القوانين سواء كانت المعايير التي تصدر الدولية التي يجب أن تكون أكثر شفافية حتى لا تكون هناك إفلاسات أو تصفيات لشركات أو تراجعات في رأس المال فكانت هناك بعض المعايير ووجدنا في القطاع المصرفي وجود المعايير بازل ثلاثة أو بازل أربعة التي لم تطبق بعد ولكن بازل ثلاثة فإذن هناك معايير بالإضافة القوانين التي تعتمدها الدولة مثل المصرف المركزي وضع قوانين فيه رقابة على البنوك والنسب الإشرافية كذلك الرقابة على شركات التأمين وشركات التمويل والاستثمار فإذن هناك قوانين تحكم هذه العملية بالإضافة بعض القوانين التي تصدرها وزارة التجارة لحماية هذا من خلال عملية الاحتياطيات وكيفية حفظ الاحتياطيات كذلك قانون توزيع الأرباح على مجلس الإدارة ومجلس الإدارة هذه قوانين تصدر من خلال هذه العملية على أساس تحكم المعايير الدولية وجدناها كيف تحرك هذه وذكرت لك قبل قليل تحركت في عملية الاستثمارات وكيفية تحويل الاستثمارات إذا كان طويلة الأجل أو قصيرة الأجل هل تدخل في قائمة حقوق المساهمين أو تدخل في قائمة الدخل هذه مجموعة المعايير التي تحسب من أكثر أكثر شفافية ونزاهة تعطي صورة ومرأة حقيقية لوضع الشركة دكتور علاء الرغم من التطور الكبير على المستوى التشريعي والقانوني في قطر فيما يتعلق بالشأن الاقتصاد والاستثماري لكن حتى الآن قطر تفتقد لقانون للإفلاس قانون الإفلاس لأن هناك خطين أساسيا هل مساس بالشركة كمنظومة أو بمساس بالشخص المالك أو الملاك الشركة فكانت لابد أن تدرس بأن تدرس الحالقة ككل نحن نعلم بأن هناك بعض الدول طبقت يعني خاصة من المنطقة المملكة العربية طبقت هذه العملية وحب أحدث المعايير ولكن نتيجة وجود قوانين مختلفة قوانين عديدة ترتبط بهذه المنظومة كان لابد أن يأخذ دوره في النطج هذا القانون لتطبيقه ولكن أعتقد أن الفترة القريبة سوف تأتي يعني هناك قوانين عديدة شرعت وخاصة مع وجود محكمة التجارة والاستثمار ستطبق كثير من القوانين وخاصة وزارة العدل الآن التعاون القوي بين وزارة العدل والمجلس على القضاء لإصدار عديد من التشريعات والقوانين وأعتقد أن الفترة القادمة سوف تطبق هذه العملية وسوف يكون لها دور حقيقي لأنه يجب أن تحفظ الحقوق بمعناة الفلاس ليس هو عبارة عن أن أسحب المسؤولية عن مرتكبي عملية الفلاس هذه الشركة فيجب أن تكون هناك منظومة قانونية تحمي هذه العملية سواء كان تحمي الأشخاص أو تحمي حقوق الموجودة أو المرتبطة بهذه أعتقد أنها تحتاج قليلا من النج حتى ننتقل إلى تفعيل هذا القانون أيضا فيما يتعلق بشأن وقضية الضرائب يعني قلال فترة كورونا وما قبلها كنا نشوف الجهات المختصة في وزارة المالية والجهات التابعة كان هناك نوع من التراخي فيما يتعلق بقضية التحصيلات الضربية بعد العام 2021-2022 لا شفنا فيه تشدد أكثر بالنسبة للشركات للإقرارات الضربية ومتابعتها ما الذي تغير؟ هذه هي عبارة عن حركة طبيعية وصحية نتيجة خروجنا من جائحة كورونا كنا لازم نعيش على أثر جائحة كورونا كانت يجب القوانين حتى كانت ممارسات المهنة والرقابة عليها يجب أن تكون مرينة تتماشى مع الأثر القوي من جائحة كورونا يعني ندرك كيف عشنا فترة كورونا كيف العالم كان مصدوم من هذا البعبع الذي نجهل تفاصيله هو مبهم بالنسبة لنا فكان يجب الخروج من هذه العملية بتدرج حتى نواكب عملية فكانت الممارسات في المراقبة ومراسات تنفيذ الأداء كانت شوي فيها نوع من المرونة حتى تتواكب عملية حتى تدور عجلة الإقصاد ولا تتقف عند عدم الممارسة فكانت هذه مرحلة المرونة ولكن بعد التجاوز هذه العملية واستكمال عملية العطاءات واستكمال عملية المحفزات والمسارات التي حققتها الدولة أن تتماشى هذه الدورة الإقصادية كان لابد من وضع حزم في بعض النقاط حتى تتواكب مع هذه العملية فكانت هذه هي ظاهرة صحية طبيعية يعني لا توجد هناك مجرد اندفاع قوي لممارسة العملية كثير ما كانت هي دورة نشاط أخذت تمارس طبيعتها في رقابة على الأعمال أستأذنك دكتور هاشم والسادة المشاهدين بهذا الفاصل الأعلاني القصير ونعود لمتابعة حوارنا معك ضمن برنامج حوار الأسبوع أعزائنا المشاهدين نفاصل أعلاني قصير ونعود لمتابعة حوار الأسبوع مع ضيف الدكتور هاشم البهاشم السعيد وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للمحاسبين القانونيين لا تبتعد كثيرا يبقى معنا مرحبا بكم جديد أعزائنا المشاهدين ومتابع لحلقة حوار الأسبوع الوظيف فيها الدكتور هاشم البهاشم السعيد وهو رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للمحاسبين القانونيين في إطار قرار خليجي مشترك تمت الموافقة على إقرار ضريبة القيمة المضافة خليجيا قطر حتى الآن لم تقم بتنفيذ والعمل بهذه الضريبة بتقديرك الوقت تحان أم أن الوقت لا يسمح في ظل معدلة التضخم الحالية؟ أنا أعتقد أن هذه قرارات سيادية في الدولة هي تأخذ هذه القرارات نحن وفق منظومة مجلس التعاون نتماشى مع هذه المنظومة ولكن هناك رؤى أكبر من الإدارات التنفيذية تحت أو أكبر كذلك من أصحاب الاقتصادين الذين يرسمون هذه فالقرارات ترجع للمتقدين القرار في الدولة هي اللي يرؤون هذه العملية وأعتقد أن الدولة قطر تتماشى مع جميع القرارات سواء كانت القرارات الإقليمية أو القرارات الدولية تتماشى فيها وأكبر دليل وجدناها كيف قطر تطبق هذه العملية في موضوع ضرائب الدخل بالنسبة للأجانب الموجودين وكيف مصرف المركز يتعامل مع المؤسسات الدولية في هذه العملية سواء كانوا الأجانب الموجودين في قطر التابع للتحاد الأوروبي أو أمريكا فإذا هناك تطبيق لهذه القوانين وهناك تطبيق لهذه العملية أما القيمة المضافة هي قرار سيادي ترجع للرؤية الحقيقية للقيادة القطرية ترى متى الوقت المناسب لإدخال هذه العملية ولكن نحن نتماشى مع منظومة مجلس التعاون الخليجي طبعا مؤخرا مصرف قطر المركزي جار الفدرال الأمريكي برفع سعار الفائدة أكثر من مرة حتى وصلت إلى مستويات قياسية وتاريخية ولكنه كان لطيفا في بعض الإجراءات التي اتخذها لجهة خفض المتطلبات المتعلقة برفع سعار الفائدة على التمويل الشخصي والتمويل الاستهلاكي كيف نظرت لهذا الأمر؟ أنا أرى المصرف المركزي قاعد يأخذ خطوات جدا ذكية فيها نوع من الإبداع في ممارسة أعمالها والرقابة عليها نتيجة عدم استطاعتنا الخروج لأن ارتباط الريال القطري بالدولر يجب أن نتواكب مع عملية الرفع الفائدة ولكن كذلك ينظر من منظار آخر فإذا العدسة التي موجودة لدى المصرف المركزي ليست عدسة واحدة فقط مجرد تنفيذ أوامر ولكن كذلك يجب أن ننظر إلى نقطة أخرى مدى هي المصلح الحقيقية للاقتصاد الوطني فلما ارتع مصرف المركزي بأن هناك مصالح أخرى يجب تحقيقها حتى تستمر معدلات النمو أكبر دليل على ما وجدنا اليوم معدلات النمو في دولة قطر يعني حسب البنك الدولي يرى بأن 23 يصل إلى مستوى 3.3% كذلك النقطة الأجمل الممارسة التي أخذت في السياسات النقدية وصلت اليوم تضخم في قطر مستوى 2.4% إذن قطر استطاعت فلذلك البنك المركزي أو مصرف قطر المركزي لديه الإبداعات الجميلة ولديه الذكاء الجميل أعتبره حركة ذكية جدا في هذه الممارسة بإعفاء بعض الغطاعات من الرفع وكذلك بعض الغطاعات من خاصة القروض على القروض الشخصية والاستهلاكية هذه أعطت نوع من المساحة في الريحية التعامل الريحية التعامل المتعاملين مع القطاع المصرفي مما لا يدفع الفرد إلى تسييل استثماراته سوى كانت في القطاع التجاري أو في قطاع الأسهم فهذه حافظت على الكيان الاقتصادي لدولة قطر فأنا أعتبره حركة جدا ذكية تتماشى مع جميع المعيير ونحن لم نخالف رفعة الفائدة ولكن نتماشى مع مصلحة الاقتصاد الوطني أبقى مع مصرف قطر المركز الذي أطلق استراتيجيته الوطنية المتعلقة بالتكنولوجيا المالية وصناعة الفنتك هذا التطور الحاصل في مجال الصناعة المالية كيف تواكبوه أنتم كمحاسبين ومدقيقين خارجيين لمواكبة هذا التطور والقفعة تحدياته نعلم أن اليوم صناعة الفنتك عموما صناعة التكنولوجيا المال متغير بوتيرة سريعة جدا ومتشاعبة لا تقف على مجرد مكونات عبارة عن عناصر أو تطبيقات ولكن كذلك على التشريع والقانون وكذلك تتقع على الممارسات والمصالح فإذن هناك تنوع وسرعة في تنفيذ هذه التكنولوجيا المال دائما نحن نتميز في دولة قطر يتميز مصرف قطر المركزي باستقرارية ممارسة المهنة واستقباله لأي المتغيرات يأخذه بكثير من الحكمة لأنه لا يود أن يصدم المجتمع حتى بقرارات معينة يجب أول شيء أخلق نوع من الأرضية التي أنطلق منها من خلال عملية التثقيف وجدنا ذلك من خلال البطاقة التي صدرت لدولة قطر وكذلك السياسات الاستراتيجية التي وضعت لخمس سنوات للفنتك فإذن دائما أنا أخلق نوع من التثقيف ولدائما أضع المشروع لمرحلة من التنفيذ حتى أستطيع أن أضغط عليه من القوانين والتشريعات وأحكم العملية بقوة لذلك كانت العملية جدا مميزة في عملية طرح استراتيجية واضحة لعناصر المجتمع كيفية الدخول لا تقف على بوابات الدفع فقط وهناك التمويل الجماعي هناك التأمين الإلكتروني كذلك هناك كثير من الممارسات التي تتوسع فيها تكنولوجيا المال بالنسبة لنا كجمعية المحاسبين استقبلنا هذا الخبر بأننا قمنا بزيادة سوى كانت على مستوى المؤتمرات والندوات طرحنا الورشة عديدة كذلك البرامج التدريبية دخلنا عملية التدريبية من خلال الرقابة على تكنولوجيا المال كيفية الرقابة على هذه ولدينا مساهمات في هذه العملية بتزويد مكاتب الوطنية للمحاسبة العديد من هذه المعايير التي تحكم هذه العملية حتى تكون وفق دليل رقابي حقيقي وفق دليل للتدقيق لتكنولوجيا المال دائما دكتور هاشم مهنة المحاسبة والتدقيق الخارجي يعني ضونها بعض التحديات على المستوى الاجتماعي وقضايا الشفافية والحوكمة خاصة أنه نشوف أن المدقق الخارجية تم تعيينه من طرف شركة تقوم له بدفع تعويض عن هذه الخدمة فأين الشفافية من هذا الأمور وكيف يستوي هذا الأمر بتقديرك نحن نشوف هناك المهنة خاصة لما يتم إقرار ترخيص المهنة هناك القسم واليمين الممارس اليوم ممارس مهنة المحاسبة كممارسة مهنة الطب الطب يحافظ على البشرية وعلى الإنسان في علاجه كذلك المهنة المحاسبة يحافظ على مؤسسات ومكونات الاقتصاد فإذا هناك اليمين الذي أقسم به أن يمارس هذه العملية يجب أن يحطط من هذه العملية أنا لا أعتقد هناك في بعض العواطف نتيجة الأجر الذي أخذ أول شيء يجب أن يكون اختيار المدقق يكون من خلال ثلاثة عروض تأتي يقرها من خلال الجمعية العمومية يقر أفضل القرارات وجدنا تغيير اليوم حاصة الرقابة من خلال وزارة التجارة بأنه خلال خمس سنوات يجب أن يتم تغيير وكذلك الدخل المصرف الملكي بيكون أكثر من مدقق يكون على ميزانية خاصة في القطاع المصرفي فإذا هناك حوكم لهذه العملية كذلك عملية لا نقف على عملية نجيثة وجود أجر بأن يكون يتماشى مع قرارات مجلس الإدارة لا لأن هناك نظام حوكمة تحكم هذه العملية اليوم كذلك النقطة الأساسية هناك وعي لدى المساهم هناك نوع من الثقافة لدى المساهم يدرك ما هو جاري في ميزانية الشركات والأمور وتحليلها ومرأة هذه العملية والحركة قلال السنة المالية كما نعلم دكتور حركة التطور التكنولوجيا في العالم أصبحت هائلة مثيرة مدهشة يعني انتقال سلس من الثورة الصناعية الرابعة ثورة الثورة الرقمية ابتجاء الثورة الصناعية الخامسة الذكاء الاصطناعي بتقديرك مهنة المحاسبة ممكن أن يطرق عليها تغير وبالتالي نرى مدقق خارجي يعني يعتمد برامج الذكاء الاصطناعي وبالتالي تصبح هذه المهنة جزء من الماضي ندرك بأن الذكاء الصناعي لعب دور كبير في توزيع خارطة القوة العاملة على المؤسسات أصبحت هناك بعض الوظائف قد تكون أقل جاذبية من وظائف أخرى ولكن هناك وظائف عديدة تم إنشاءها وتأسيسها فإذا العملية ليست الخوف على القوة العاملة الخوف الحقيقي على وقوف الموظف على عدم تطوير نفسه في هذا المجال إذا الموظف لم يتحرك فجميع مسارات النمو جميع مسارات التطور يسري وهو يقف في الخلف فلذلك كان لابد أن يتطور القوة العامل أو الموظف في المؤسسة أن يتطور بالنسبة لنا كمنظومة محاسبية أو كمكاتب محاسبية أو جمعية لا أعتقد ذلك لأن اليوم مسارات المحاسبة تطورت لا تقف على عملية على سبيل المثال لا تقف على عملية محاسب وتدقيق ليست اليوم مسك دفاتر فقط اليوم عندنا إصدار ميزانيات وتدقيق عمليتها ثم عندنا الحوكم اليوم عندنا الامتثال والنزاهة عندنا تضارب المصالح عندنا مكافحة فساد ودراسة هذه التقييم عندنا الغواء من الموالية الموحدة عندنا الدراسات الجدولة فإذا مجالات متعددة ليمارسها المحاسب لا يمارس فقط مجرد إعداد حسابات وتعداد تدقيق اليوم المحاسبة لا تقف على أعتاب تسجيل اليوم أعطني الرؤية الحقيقية الخطة العمل أعطني الاستراتيجية التي تسهل على متخذ القرار أن يرسم مستقبله القادم فعلى أساس كذا هي العملية تطورت وتشعبت أنا لا أعتقد أنه هناك وهذا سؤال طرح على أحد في جامعة هارفد بالنسبة هل هذه سوف لا نجد جامعات عريقة في المستقبل الإجابة لا ستستمر الجامعات العريقة ولكن سوف تتطور في أدوات التعليم فيها حتى تواكب التطور في الذكاء الاصطناعي الدكتور هاشم البهاشم السيد رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للمحاسبين القانونيين أشكرك سيدي شكرا جزيلا كنت معي في سي أم بي سي عربية ضمن حوار الأسبوع شكرا أنا أشكركم وأهنيكم مرة أقرأ على عشرين عام وأنتم أعزائنا المشاهدين نشكر لكم حسن المتابع وإلى لقاء قريب في حلقة جديدة من حوار الأسبوع إلى اللقاء